وخلال اجتماع الحكومة استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط جهود حوكمة ورفع كفاءة الانفاق الاستثمارية في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلية وأشرت الوزيرة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات والذي تضمن تحديد صقف الاستثمارات العامة بتريليون جنيه لعام 2024-2025 كما عرضت الوزيرة الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الانفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطع الخاصة مشيرة إلى تشكيل فرق عمل من ممثل الوزرات ووزارة التخطيط وتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمراجعة اعتمادات كافة الوزرات والجهد مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطط نسبة تنفيذها 70% ترجمة نانسي قنقر